عمل العنف اللي كانت موجودة في اثيوبيا انتقلت الى جيبوتي اشتباكات في جيبوتي بين عرقية عفار والصوماليين خدوا بالكوا ما تجيب ليه ابن الخريطة الجماعة العفار دول موجودين في اثيوبيا بس فيه امتداد ليهم داخل جيبوتي والصومال في اثيوبيا وفيه امتداد ليهم داخل جيبوتي الامتدادات اللي في جيبوتي من عفار والصومال مسكوا في بعض على خلفية العفار والسومالين اللي في إثيوبيا ميسكوا في فعال هي النظام قابلي القبيلة لها أحكام والقبيلة لها امتدادات بين الدول يعني الصوماليين الصومال ده عرق أكتر منه دولة الصومال ده موجودين في إثيوبيا صومال إثيوبيا موجود في جيبوتي الصومالي جيبوتي موجود في الصومال الصومال اللي نقاس في الدولتين دلوقتي اهو قدام حضراتكو يعني اهو ادي ادي جيبوتي اهو و ادي اثيوبيا المنطقة الحدودية الفاصيلة والله من اقدر يعني فيه قرد احسن من دي براينا سمحت فيه قرد احسن من دي لا سمحت لا مش عايز سكر حديد خلاص سكر حديد اشتغل التاني خلاص وزير داخلية الجيبوتي سعيد نوح حسن قال ان العنف لان يتم تسامع معه لكنه عنف قابلي اللي انا عايز اقوله مش عايزة نقل لك خبر ان فيه خناقة بين قابل تنفي ايجبوتي لا عايزة نلا حضرتك انه ما جرى في اثيوبيا ما يجري في اثيوبيا امتدت النيران من الجارة الى الجارة من اثيوبيا لسودان من اثيوبيا لسودان ومن اثيوبيا لجيبوتي ومن اثيوبيا لمناطق اخرى بالتالي القضية الخطورة انه النيران تمتد لو فيه شقة فيها حريقة الاعمارة كلها بتخلي فاثيوبيا فيها حريقة هنعمل ايه امتدت النيران من اثيوبيا لسودان عشان اللاجئين وامتدت من السودان الى اريتري ومن سوداء اثيوبيا الى اريتري ومن اثيوبيا الى جيبوتي ومن اثيوبيا للصمار يا جماعة الوضع في القرن الافريقي بات خطير وخطير جدا